طيب في سؤالين فنين لازم اسألك عليهم السؤال الاولاني باعتبرك يعني السنوات طويلة نجمة فعل نادي الاهلي شايف خطة فعل اهلي ديوقتي ازاي؟ يعني طبعا البطولة اللي فاتت البطولة افريكا اللي فاتت انا شايف ان دايما بربط الدفاع بحرس المرمى فشايف ان الديفنس مع مصطفى عملوا بطولة كبيرة جدا وعملوا نجاح كبير جدا في الارقام اللي اتعملت في البطولة صحيح والارقام اللي اتحقق في بطولة افريكا فدي حاجة كانت كبيرة جدا وحاجة قليل انها تحصل في بطولة افريكا نعم يعني انت ممكن توصل لها بس بيكون دخل فيك جوان بيكون مرر بحاجات كتير فانا شايف ان دي اللي هتعمل مع الفاتر دي بشكل كويس السنة دي برضو الفاري شغل بشكل كويس الشناوي والديفنس شغلين بشكل كويس ممكن مباراة الزمالك كان فيها بعض الاخطاء ومتشين متواصر اميقة نعم حضرة قلت تفوقنا على ادفاع النادي الاهلي في المباراة في اندول يمكن ممكن انش عندنا توفيق وحظ او ما كناش مصدقين 100% ان انت قادر تكسب ده اللي فرق معنا لكن شايف الفترة اللي جاية ممكن يوجد فيه مشكلة على مستوى العدد مش على مستوى الكفاءة يعني على مستوى الكفاءة ممكن يسر ورامي شغالين بشكل كويس على مستوى العدد ان فيه اصابات كثيرة اصدق ان فيه اصابات وفيه غيابات فعلى مستوى العدد لان انت بتضطر اتدخل خلد عفتاح نعم يلعف الحتة دي لان الاشرف داري ويوسف ايمان كانوا مصابين نعم فدي ممكن تأثر معاك على مستوى العدد شوية فهتضطر ان انت توجب بدال في الفترة دي من الناشئين لحد يناير لو اللعبة دي رجع بشكل كويس خلاص مش هتبع محتاج حد لنهاية الموسم يعني جميل